ما إن يقع حدث ما في العالم حتى يسارع نظام الأسد لاستغلاله لتغطية على العجز الحاصل في مناطق سيطرته وهذا ما حصل بالفعل حين أعلنت وزارة النفط في حكومته عن أن تعطل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وما هي إلا ساعات قليلة حتى عادت إلى الواجهة مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود والسبب في ذلك ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المحروقات بحسب ما أعلنت وزارة النفط التخفيض في كميات التعبئة لشرائح البنزين والمازوت طال عددا من المحافظات التي يسيطر عليها الأسد حيث قررت لجنة المحروقات في طرطوس تخفيض كميات التعبئة لهذه الشرائح بما يتناسب مع الكميات المتوفرة بحيث تتم تعبئة عشرين لترا كل أربعة أيام للسيارات العامة وعشرين لترا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة وثلاثة لترات كل سبعة أيام للدراجات النارية ما يعني أن التخفيض سيكون بنسبة خمسين في المئة وكذلك الأمر في محافظتي حماو اللاذقية حيث تقرر تزويد السيارات العامة بالمواد النفطية كل ستة أيام اعتبارا من الشهر المقبل بدلا من أربعة أيام في حال استمر نقص التوريد من المحروقات النقص الحاصل في المشتقات النفطية وغياب وسائل النقل في محافظة حلب دفع المسؤولين هناك إلى رفع أجور نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة ليصبح فتح العداد بمبلغ مئة وخمسين ليرة وأجرة الكيلومتر الواحد بمبلغ مئتي ليرة ومع تجدد هذه الأزمة يعاد الكشف عن أزمات متعاقبة يواجهها النظام وتعجز حكومته عن العثور على حلول لها في حين يحاول تبرير ذلك بالعقوبات المفروضة عليه وخاصة في هذه الفترة التي تأتي قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية